إذن كسؤال آخر أستاذ عمر بغيت نرجع معك النقطة الساخنة التي عرفتها الجنسة هذه اليوم أمام غرفة الجنيات السيئنة فيها لجرائم الأموال لدى محكمة فاس هو أنك عدت بنا وأنت تتقدم الدفع الأولية والشكلية أمام المحكمة وكنت أول المرافعين من الزملاء ديالك عدت بنا إلى المرحلة التي كان في تفجر فيها الجدل حول استقلالية النيابة العامة بموازتين مع شعار دي استقلالية القضاء أنا دق على عهد الوزير العدل السابق أو الأسبق مصطفى الرميد اليوم جتي أستاذ عمر وقلتي أنك تطالب باستقلالية القضاء وتقصد على ما أظن هيئة الحكم عن النيابة العامة فجاء الرد من رئيس الغرفة حين قال ما كان لك أن تقول ذلك وفيما بعد جاء تعليق ديالنيابة العامة ما ما ممكن تقولنا في هذه النقطة وضعت أسبوعك ويدك على الجرح سيحردي وهذا ما ما أحترمه فيك لأنك تتبع الأمور بدقائقها كل ما في الأمر أن المحامون ناضلوا عبر التاريخ والكل يشهدون لهم بذلك وهم كانوا في طليعة المناضلين من أجل استقلال القضاء كالسلطة في مؤتمراتنا في ندواتنا في جميع مقومنا في مرافعاتنا أيضا فعلا كما قلت جاء استقلال السلطة القضائية وجاء معه استقلال النيابة العامة وكما قلت لك وضعت أصبعك للجرح قلت أننا كنا نطالب باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والآن نطالب باستقلال القضاء الجالس عن النيابة العامة قلتها في الجلسة وأقولها الآن أمامك وأقولها للرأي العام يجب أن نطالب باستقلال القضاء عن النياب العام أن يكون لهم موقف المحايد والمستقل كجهة تفصل في النزاع بين المتهم والنياب العام يجب أن يمارس القضاء الجالس الحياد ونحن عندما نتيل هذا ليس بالضرورة لفائدة فلان أو علان نحن نتيل هذا لأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالدفاع عن القانون بالدفاع عن حقوق الإنسان بالدفاع عن التطبيق السليم لقانون المصدر الجنائية نحن نطلب استقلال القضاء ونطالب بتكريس استقلال القضاء خدمة للقضاء ولرفعة القضاء ولسمعة القضاء في بلدنا أن يقول لرئيس الغرفة ما كان لك أن تقول هذا أقول لك كان علي أن أقول هذا وكان من حقي أن أقول هذا وكان من واجبي أن أقول هذا وقلت هذا وهو مسجل أنا أطلب تكريس استقلال القضاء الجالس عن النياب العام وأتحمل مسؤوليتي في إطار تحملك الأستاذ عمال لمسؤوليتي في هذا الكلام لاحظنا بأن حتى الزملاء ديالك يعني أزرك فيما قلته حيث أن النقيب عبد الرحيم عبابو تدخل وصار على نفسي من والي مدخلتك في مطالبتك باستقلالية القضاء الجالس عن النياب العام كما أن الأستاذ الوزني ابن عبد الله السيم محمد هو كذلك ذهب بعيدا وتحدث عن تغول النياب العام كيف ترد؟ سحر ريدي هذا ما يؤكد لك بأنك دفاع لنا خط واضح خط دفاعي خط فكري مواقف قد نختلف في بعض الجزئيات ولكن موقفنا واضح وغيرتنا على استقلال القضاء قائمة وغيرتنا على حياد واستقلال القضاء الجالس قائم ولا جدل فيه كل زملاء كما لاحظت فعلا ناصروني فيما ذهبت إليه من مطالبتي باستقلال القضاء الجالس عن النياب العام خوفا مما قاله زميل الأستاذ الوزني من هذا التغول لأننا لا نريد أن تتغول النياب العام على العملية القضائية لأن في ذلك مس بحقوق الدفاع لأن في ذلك طريق للقهر ونحن نلزه بلدنا وقضاءنا على أن نسير في اتجاه القمع والقهر والاستعداء والظلم نحن نقول بأن يجب أن نبقى يقضين مع استقلال السلطة القضائية والاستقلال يجب أن نبقى يقضين حتى نسقط في مطب العودة إلى الوراء لأن الوراء مظلم السحردي ولا نريد أن نعود إلى الظلام إذن الشيء الذي خلالك الأستاذ عمر قلت هذا الكلام في حق النياب العامة وكذلك القضاء الجليس هل هو قرار النياب العامة لدى محكمة السينف بإحالة ميلف البوصيري ومن معه إحالة مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائب الأموال أما أن الأمر يتعلق بكون أن الميلف لم يكون جاهزا أم هناك ربما خرقات قد رصدتها والتي كانت وراء ما صدر عنك خلال جلسة اليوم السحردي ولو أن الأمر تقني بعد شيء إلا أنني أريد أن أقربه من الرأي العام لا حق للنياب العامة في إحالة القضايا مباشرة على غرفة الجنايات سند القانون إلا إذا توفر شرطان أساسيان هما توفر حالة التلبس وهي غير متوفرة ولا أحد يقول بأن حالة التلبس متوفرة في هذا الميلف والشرطان أن تكون القضية جاهزة للبت فيها بمعنى أننا لسنا في حاجة لا لشهود ولا لخبرة ولا لأي شيء القضية جاهزة ما دام هذا الميلف لم تكن القضية جاهزة وما دام الجميع يجمع على أن حالة التلبس غير متوفرة فما كان أبدا من حق النياب العامة أن تحيل القضية مباشرة على غرفة الجنات كان يتعين عليها أن تحيلها على قضي التحقيق لأن أصلا عملية الإيداع في السجن أو الأمر بالإيداع في السجن الذي يصدره قد التحقيق خوله له المشرع لما أمامه من ضمانات لأنه في منزل من القضاء الجالس والقضاء الواقف النياب العامة لم يخول لها القانون الإيداع في السجن إلا في حدود ضيقة وهذه الحدود الضيقة شرطها بالشرطين الذين حددتك عنهما وهم توفر حالة التلبس وشرط جهوزية البلف نحن نقول على أن هذه العملية تدخل كما سمى زميل الأستدوزن بالتغول وأنا سميته بنوع من تجاوز النياب العامة لحدودها لذلك طالبنا بأن يقف القضاء الجالس في الموقف الصحيح بأن يراقب ويضع رقابته على سلوكات النياب العامة فيما تمارسه من مصاطر نحن نقول على أنه كان على القضاء الجالس في مرحل غرفة الجنايات والآن يتعين على غرفة الجنايات السنافية أن تقول بأن حالة التلبس غير متوفرة وبأن القضية لم تكن جاهزة عند إحالتها وبأنه لم يكن من حق النياب العامة إحالة القضية مباشرة على غرفة الجنايات وأن المتابعة باطلة وأن ترتب على ذلك الأثار القانونية خدمة للقانون وللمستقبل ولسمعة القضاء في هذا البلد شكرا جزيلا شكرا جزيلا براك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد